الديبفة الثلاثة حكاية من التراث الإنجليزي كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك ثلاثة من الحيوانات تعيش مع والدتها هذا هو الأخ الأصغر ما هذا؟ ماذا ستصبح؟ عندنا كعكة كعكة لذيذة جدا أنت أيها الصغير حان وقت عودتك إلى البيت هيا بسرعة حاضر هيا يا إخواني أملتنا أمي بالعودة أوه لا فائدة من ذلك سوف يعودان إلى اللعب هذا ما يحدث دائما فعندما تطلب منهم الأم شيئا يفعلونه يخبئ الأخ الأكبر نفسه في مكان ما كي لا يؤدي عمله إنهما هكذا دائما وهذا هو السبب الذي يجعل أخاهم الصغير مرتبكا دائما هذا هو الأخ الأوسط إنه يحب الأزهار وهذا هو الأخ الأكبر الذي يحب النوم وفي يوم من الأيام جمعت الأم الإخوة الثلاثة وقالت لهم كلاما مؤثرا أريدكم يا أولادي أن تستخدموا طاقاتكم لبناء بيوت قوية لكم لا أدري أي نوع من البيوت هو الأفضل لذا سأنتظر لحين إنجاز البيوت لأعرف من هو الأفضل فرح الأخوان الكبيران جدا لأنهما في هذه الحالة سوف يستطيعان أن ينام ويستيقظ متى شاء سأبني بيتي الصغير حالا وأنا أيضا سأبني بيتا جميلا استمعوا إلي جيدا الشيء المهم عندي هو أن تبنوا بيوتا قوية جدا خوفا من الذئب نعم عندما يأتي الذئب فإن القرية تقرع الأجراس انذارا بالخطر عندما تسمعون الجرس أغلقوا أبوابكم بالمفاتيح هل تفهمون ذلك؟ حاضر حاضر ابتدأ الإخوة الثلاثة ببناء بيوتهم قرب النهر البيت الذي يبنى من القش والتبن دافئ يبعث على الراحة بيتي مريح جدا رائع أما الأخ الأوصب فقد بنا بيته من الخشب لكن الأخ الأصغر كان ما يزال في البداية وذلك لأنه يريد أن يبني بيتا متين قويا وبكل هدوء ووداع لحفات أخرى ويدهي كل شيء بعد ذلك جاء الشتاء البارد نام الأخ الأكبر في سرير من القش أما الأخ الأوسط فقد دعا جميع أصدقائه للعب ولكن الأخ الصغير لم ينتهي من بناء بيته بعد كان البرد قاسيا والعاصفة قوية ولكنه لم ينثني ولم يتقاعس بل استمر يبني ويبني والبرد يلسع جسده الغض ثم جاء الربيع إلى الحقول بعد ذلك نقل انتهى البناء فانا انتهى وأخيرا انتهى الأخ الأصغر من بناء بيته هل هذا هو بيتك؟ كان لهم من بيت غريب من المؤكد أن بيتنا غريبا كهذا لا يمكن أن يكون مريحا إنه يشبه السجد دق ناقوس الخطر وهذا يعني أن الذئب في طريقه إلى المزرعة هذا ليس بيته هيا موت هيا أذي 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 أكل الحيوانات الخائفة الضعيفة إنها رائحة الطيبة نهر ريحت حيوان صغير هاي افتح الباب بسرعة هيا إنه يقع بابي ماذا أفعل؟ قل لي أيها الحيوان الصغير هل بإمكانك أن تفتح الباب؟ أم لا هيا كلا لن أسمح لك بالدخول أبدا أوه أظن أنه لا فائدة من النقاش سأرضي عليك سأأكلك عاجلا أم آجلا أوه كنت أعتقد أنك مهدى وستفتح الباب ماذا تفعل؟ كلا لن أفتح لك أبدا لن تدخل أدفهم لن تدخل كلماتك الناعمة هزتني من الأعماق يا عزيزي سوف أفخ عليك أيها المسكين أريد أن أكل الحيوان منذ وقت طويل لكنه يغلق الباب ولا يريد أن يفتحه هيا افتح الأبواب هيا إن هذا البيت مصدوع من الخشب كما تعلم فلم تستطيع الدخول إليه هل فتحت الباب رجاء بسرعة هيا ماذا تفعل قلت لك افتح الباب حسنا وبما أن البيت مصنوع من الخشب فسوف يتحول إلى رماد يا عزيزي 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 رائع سوف يكون باستطاعتي أن أكل ثلاثا من الحيوانات في وقت واحد دعونا ننظر الآن كيف سأصنع منهم وجبة شاهية لكن بيت الأخ الصغير متين وقوي لذلك لا يستطيع الذئب أن يقضي عليه بنفسة هواء أو أن يحرقه كان الذئب حائرا فيما يفعل فهذه هي المرة الأولى التي لم يستطع أن يسيطر على فريسته التي هي على مقربة من عينيه فعلا وجدت ثقما نعم من هنا اعتقد الذئب أن باستطاعته أن يصل إلى البيت عن طريق فتحة الموقد الموجودة في أعلى البيت موسيقى 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 موسك موسيقى موسيقى هاكذا حشر الذئب نفسه في المدخل إيايايا إيايا أعطرج الغيرة إسمعوا جيدة إياها يال요 إيايا إن أحترقوا لقد أشعل الأخ الأصغر النار في الموقف من الطبيعي أن يكون هذا الميت مرعباً وذلك بسبب متانة بنائه نعم في المرة القادمة سألكن الحيوانات درساً لن تنساه أبداً لقد نجحت خطتي نجحت الفرد يعود لك يا أخان الأصغر نعم هذا صحيح فعلاً لو لم تحمينا في بيتك أنت لكلنا الآن قد أصبحنا أكلة شاهية في بطن الزاب هذا بفضلكم أنتم لا تهجل يا عزيزي لا تهجل أبداً منذ ذلك الوقت تعلم الأخوان الكبيران درساً بليغاً من أخيهم الصغير في حب العمل وعدم التكاسل في أداء الواجب ترجمة نانسي قنقر